السلام عليكم ازايك شباب عامليني الاخبار معاكم محمد عبدالفتاح والنهاردة ان شاء الله هنتعلم تركاية جديدة في برنامج الاجسل التركاية اللي هنتعلمها النهاردة احنا هنتعلم من خلالها اكتر من اداءة موجودة في برنامج الاجسل يعني الفيديو النهاردة هيبقى مفيد جدا جدا جدا. التركاية اللي معاني النهاردة انا دلوقتي عندي جدوى زي اللي انتم شايفينه ده جدوى الرئيسي مكتب لي في اسامي الفروع بتاعتي. ومكتب لي فيه الاي دي بتاع كل موظف واسم الموظف والمنتج اللي باعه الموظف ده وباع منه قدليه. مطلوب مني لما اجي اختار اي محافظة من هنا دروب مينيو دي. يبتدي اوتوماتيك اكسل يلون لي المحافظة اللي انا اخترتها باللون الاخدر. تمام? التركاية دي عشان نتعلمها هنتعلم معاها ازاي نعمل حاجة اسمها داتا باليديشن اللي بتعلمني ازاي اعمل المينيو دي. هتعلم منها ازاي اعمل التنصيق الشرطي اللي من خلالها بيبتدي يلون لي الخلايا بتاعتي بالشكل ده. هتعلم منها اداة اسمها دي مسؤولة عن ازالة البيانات المقررة. هتعلم منها ازاي اخفي عمود. هتعلم منها ازاي اجمد صف. وهتعلم منها ازاي اقدر اعمل فلتر. لان انا بعد ما بختار او بعد ما بلون لما بختار هنا محافظة وبتدي اللون لي. ممكن نحتاج اعمل تصفية للبيانات من حيس الخلايا اللي متلونة باللون الاخدر هي دي اللي تزهرها لي او تزهرها لي بس. فيبتدي يزهر لي البيانات اللي متلونة باللون الاخدر بالشكل ده. طبعا كل ده زي ما قلت هنبتدي نتعلمه النهارة. لو بقى حاس انك مهتمة بالموضوع ده فتباني بعد الانترو على طول. اول حاجة محتاجين نعملها. محتاج اخد البيانات بتاعة العمود بتاع اسم الفرع. اسام الفرع كلها محتاجة طلقها على جنب. هقف على اول خلية كنترول شفت وسهمل تحت. هل ايه حدد لي من اول خلية لحد اخر خلية في العمود ده. بعد كده كنترول سي عشان انسخ. ابتدي اروح هنا بقى على جنب. بقول لك. واحد اتنين تلاتة. هل ايه بدأ يحطي لي اسامي الفروع اللي كلها مكتوبة في العمود ده. لو تلاحظوا معايا اسامي الفروع دي كلها متكررة. مكتوبة اكتر من مرة. دميات اكتر من مرة. فانا محتاج بقى الغي البيانات المقررة. السويس لو مكتوبة خمس مرات لانا عايزة مكتوبة مرة واحدة. وهكزا مع بقية الفروع. زي ما احنا محددين كده جدول متحدد او العمود بتاعي ده متحدد. فهبتدي اروح على التابة بتاع الديتا. واقول له من هنا. بعد كده اقول له اوكي. بدأ ان هو يشلي البيانات المقررة وصف صفولي على الكام خلية. حلوة او. هاجي هنا بقى على جنب. واكتب اسم الفرع. وابتدي هنا المفروض الخلية اللي جنبها على طول دي اللي هيبقى فيها بتاعتي. فهبتدي اعمل ازاي? بكل بساطة هتروح على من هنا. طبعا لازم توقف على الخلية اللي انت عايز تحط فيها تختار من هنا قايمة. وفي هنا تبتدي تحط العناصر المفروض تمام وجودة جوه القايمة. طبعا العناصر دي اللي انا امطلعها في الجنب. اضغط واسحب. بس كده. اقول له اوكي. انا لاي بتاعتنا اتعملت اهي. واسامي الفروع اللي انا كنت كاتبها في الجنب بدأت تظهر لي جوه القايمة دي. طبعا لما بيجي اختار دلوقتي اي فرع طبعا فيش حاجة بتتلون لي ولا في اي حاجة بتحصل هنا. فمطلوب مني. ان انا اقول له. لما اختار اسم الفرع ابتدي لونهولي بقى باللون اللي انت عايز. طبعا ده بيتم عن طريق التنسيق الشرطي. بس قبل ما ننصك او قبل ما نخش في تعالوا ننصك الخليتين دول. احطي لهم لون بالشكل ده. نكبر الخط شوية. نجيبه في النص. تمام كده. نبتدي نخش بقى عشان نعمل التنسيق الشرطي. طبعا اداة التنسيق الشرطي دي يا جماعة هي جواها حاجات كتير قوي يعني بليها استخدامات كتيرة جدا. هناخد بس استخدام واحد اللي احنا محتاجينه النهاردة. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي اه هنزل افضل عشر استخدامات للتنسيق الشرطي. لبتدي نخش بقى عشان نعمل التنسيق الشرطي اولا انت محتاج تحدد الجدول بيانات الجدول بتاعتك بالكامل. لكن مش هناخد الهيدر بتاعنا. الصف الاول ده مش هكتوب. هقف عند رقم واحد. كنترول شفت سهم التحت هيحدد لي العمود بتاعه بالكامل. كنترول شفت سهم شمال هيحدد لي الجدول بالشكل ده زي ما انتو شايفين معي. بعد كده هنروح على التنسيق الشرطي. وهقول له هنا انا عايز اعمل جديدة. واقف هنا على وابتدي استخدم معادلة هنا. المعادلة بتاعتي بتقول ايه? المعادلة بتاعتي بتقول يساوي لو الخلية دي. ولو تلاحظ اول ما دغطت على الخلية حطي لي علامة دولار. الدولار ده معنا ان هو الخلية دي متسبتة. قصة متسبتة دي يعني ايه? انا فيه فيديو كنت شرحها بكده. حط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. بيديو ده مهم جدا تمام? آآ هيوضح لكم انا امتى بستخدم التسبيت في المعادلات? طيب ابدأ ايا انا هسيب الخلية دي متسبتة زي ما هي. وهقول له لو الخلية دي بتساوي. بتساوي ايه? الخلية دي. لكن مش هسيب الخلية دي متسبتة لأ هسيب علامة الدولار قبل حرف البي بس. وهشيل علامة الدولار اللي هي قبل الاتنين. اضغط اف فور. اف فور كمان مرة. ده ما انتم ملاحظين علامة الدولار اتحطيتلي قبل حرف البي. تمام? انا كده هو هيبتدي يدور على ان لو الخلية دي او اللي مكتوب جوه الخلية دي بيساوي الخلية دي لو انهولي بلون كزا. ولو الخلية دي بتساوي الخلية اللي بعدها لو انهالي بلون كزا. طيب ايه هو اللون بقى فمحتاج اخش على فورمات من هنا عشان اختار اللون اللي يتلون بيه. نبتدي نختار مسلا انهي لون. اللون ده كده مسلا. واقول له اوكي. اوكي. نبتدي نختار بقى. اي اسم فرع برسعيد مسلا زي ما انتم ملاحظين. بدأ يلون لي فرع برسعيد. نختار مسلا القاهرة. بدأ يلون لي القاهرة. طب عايز اعمل فلتر بقى. قبل ما اعمل فلتر بس انا محتاج العمود ده شكله باقى اوه هو محطوط في النص كده. فممكن نخفيه ازاي حدد العمود بالكامل من هنا. وبتدي يقول له العمود اختفى. واحد يقول لي طب لو انا عايز ازهره اعمل ايه? ما بين الان والبي. اضغط هنا وهنا حددهم قول له بس حاليا احنا محتاجين ايه? محتاجين نخفيه. ابتدي اروح بقى عشان اعمل فلتر. هيجي هنا. على الصف الاول ده تمام? اوف على اي خلية فيه. اقول له فلتر من هنا. وابتدي اختار اعمل لي تصفيع للبيانات من العمود بتاع الفرق. وابتدي اختار اللون ده. يبقى هو هيصفي لي البيانات. اي بيان بتلون باللون ده هيبتدي يصفوه لي. اضغط عليه. زي ما انتم ملاحظين معايا بدأ يصفي لي البيانات بالشكلة. عايز تلغي الفلتر من هنا. وقول له كده الفلتر اتلغى معك. بقيلنا كده بس نقطة بسيطة لو تلاحظوا في الجدول اللي فات. ان انا لما باجي بنزل الصف الاول ثابت معايا. شايفين ازاي? اما لنزل الصف الاول ثابت معايا. اللي احنا استخدمناه هنا اداة اسمها تجنيد. طب ازاي نطبقها? بكل بساطة. هتقف هنا عند رقم واحد. لو انا وقفت عند الخلية دي معنى كده ان هو هيثبت لي الصف اللي فوقها بالكامل. يبقى تاني لو انا وقفت عند الخلية دي اي صف فوق منها هيبتدي يتجمد او يتسبت. لو وقفت على رقم اتنين اي صف فوقها برضو هيبتدي يتسبت وتجمد يعني ايه? يعني هيجمد لي واحد والصف الاولاني اللي هو الهيدر بتاعنا. انا حاليا محتاجة اثبت الصف الاول بس. فوقفت على رقم واحد. واروح بعد كده على ومن في فيو هلاقي فريز. فريز اضغط على فريز تاني. نيجي نبص زي ما انتم ملاحظين معايا. الصف الاول ثابت معايا على طول. طب لو عايز اشيل التجميد ده اعمل ايه? هنا. قل له لغيالك التجميد بتاعك. بكده اي باب انا وصلت لانهاية الفيديو ده. اتمنى ما يكون عجبكو. انتظروا ان شاء الله الفيديو اللي جاي زي ما قلت هاشرح فيه. افضل عشر استخدامات للتنصيق الشارتي هيبقى فيديو مهم جدا جدا الجماعة. الاداة دي من الادوات المهمة واي شخص بيحتاجها في برنامج الاكسل. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة